الله يخليكن، أنتوا رفقاتها ما هيك؟ لو سمحتوا فهموها، شو؟ شو يعني إنها تتركنا؟ وتيجي تعيش معكن هون لحالة؟ نحن رفقاتها بس يمكن، هاي حريتها الشخصية بعدين إختي نحن رأينا أنه فارشا ما عملت شي غلط أبداً خلص بنتي تركيون ما في فايدة نلحكي معون، بلا ما أقول من القاعدة معون، لأنه كلهم عم أنا ما بسمح لك تغلطي مع رفقاتي أبداً ماما، عم تعيدي نفس الحكي نفس الحكي يلي إجيتي تعتزري عنه من شوي لك عم ترجع يتهنيني مرة تانية قدام رفقاتي فارشا، خلصنا دراما بقى بكثي مو بس أنا، كلكن عاملين دراما فارشا، ليش عم تحكي مع أخوكي بقلة احترام؟ ولش بدي يحترمه؟ إنت كان يوقف جنبي كل مرة كان يوقف من مرته ويطالعني أنا الغلطاني ليش عم تغيري الحديث هلأ، والدخلي ما نوفي؟ أنا ما عم دخل ولا حدا بالموضوع أنا بس اللي بدي يقوله أنه ما في حدا بيهداك البيت بيخليني أرجع مشانه فارشا، هذا الحكي مو صح لان بلا صح أختي فارشا، إنت كيف عم تحكي بهاي الوقاحة معنا؟ أنا من زماني ملاحظ أنك عم تحكي بوقاحة قدام أمك وأبوكي هاي القيم تبعيتنا؟ لك عن أي قيم عم تحكي إنت؟ إن أمك تضربني كفة قدام كل الناس هاي القيم يلي عم تحكي عنها؟ إذا هاي هي القيم يلي بتقصدها فأنا ما بقى بدي يحترم هالقيم يلي عم تحكي عنها فارشا انتي جننديني؟ أنتي مانك عرفاني أبداً شو عم تخبصي؟ إرجاي عالبيت إدامي يلا أخي شيل إيدك عني أحسن لك وألا بتصل بالشرطة وبخبرهم إنكم عم تضربوني إنشان تاخدوا راتبي إنسى القصة فينود بعد يلي صار ما ضل شيء ينحكى ولا ولا ينسمى اليوم هي خبرتنا شو شعورها الحقيقي تجاهنا كلنا هي دائماً بتقول أنه نحن ما فينا نفهمها صحاً هي مفكرة أنه نحن أجينا لهون مشا الراتبة مشان مصارية بدها تتلاعب بمشاعرنا مشان شوية مصاري معها شو شو فينا نقول هلأ بعد كل هاد ما عد أحكي معك ولا بأي شيء ولا رح أرجع أتصل فيكي فيكي انتي ترجعي وقت يلي بدك ترجعي بس أنا ما رح أتصل فيكي بدك تعيشي بالطريقة يلي بدك ياها؟ ما ناها عيشي خلينا نروح ديك يا بنتي كل الأهل بيتمنوا لأولادهم أنهم يكونوا أحسن شي بالعالم ونحن مثلهم كمان إذا برأيك أنت أنك رح تحقيق نجاحك برات بيتك طيب مو مشكلة بس في شغلة وحدة يا بنتي عاجلاً أو آجلاً رح تفهمي عواقب تكبرك على عائلتك وقتها رح أترجعي على البيت بدون ما تترددي وبواب البيت دائماً رح أتكون مفتوحة إلك بنتي تعارفي شغلة الأولاد ما بيسامحوا أهلهم على أغلاطهم شو ما كانت بس الأهل يا بنتي ما بيتذكروا أخطأ أولادهم أبداً نحنا كلنا رح ننسى هذا اليوم ورح نستمناكي لترجع ديري بالك على حالك تبيع على حالك بنتي لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكون أول من يشاهدها